كل مخالفة تمام؟ يعني لو أنا اشتريت مثلا شوية حاجة واحد مثلا بيجهز بنته فهيشتري مجموعة أجهزة هنفترض خمس أو ست أجهزة هيتحطوا في البيت كل فاتورة بعقوبة صح؟ خلينا نقول حاجة الناس عارفة القانون وعارفة العقوبة وكده خلينا نقول نتفق على حاجة دلوقتي إحنا ابتدينا الحلقة وقلنا إحنا بنتكلم في معيار جديد لتحدي بتقابله مصر اسمه الجودة أيوه الجودة في كل شيء فلابد كمان المستثمر أو المستورد عايز أقول لك حاجة أنا أثق تماما في المنتج المحلي واللي بيدر الانتاج المحلي الاستراض الرخيص صح بيدر وبيضطر وينزل بمستوى عشان يضطر يعرف ينافس بالمناسبة لكن المنتج المحلي وأنا بقولها وعلى مسئوليتي المنتج المحلي عادة بيحاول يبيع جودة ليه؟ هو أحد معنا بيبني اسمه بني اسمه في عشرين تلاتين سنة ولسه مستمر صح فعايز يبني اسمه بسمعته بمنتجه أما اللي بيروح يجيب له كونتينر ويجي ويطير يجيب له اتنين كونتينر ويطير دي في مصر الشركات ومصانع اسم ليه تاريخ وعايز أقول له حاجة بص على صدراتهم شكلها ازاي حاجة تشرف طبعا صدراتهم في كل حت منتجاتهم في كل حت اللي بيدر الصناعة الوطنية المستورد للأسف اللي بيجيب كلام فارغ وده عادة لهو التاجر المحترم بتاعنا ولهو الصانع المحترم بتاعنا ده أنا بسميه المغامرين المغامرين معانا عشرين ألف دولار بقى راجل أعمال فجأة ما قبلاش ما فيه زي يدخل فيني اه 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 حامل كده وهب يروح واخب بعضه وجايب كونتينر او يشارك على نص كونتينر ويجي يفرش به السوق ويضرب الأسعار اللي هو واخدها برخصه بطراب في منتج منتج أي كلام ويروح بايعه ومش فارق معاه سمعة وبيضر المنتج او المستورد المحترم لانه بيبان أرخص وبيبان أقل والحاجات دي كلها اللي بتنور يعني برضه أسنع عارف الحاجات اللي بتنور دي بقت كتير قوي في مصر يعني أنا كمستهلك وانا دخل أشتري لازم أسأله هو ده معلن معلن على المنتج وعبوته وعلى شهدت الضمان وعلى الفاتورة وعلى كافة الإعلانات بقنا لزي مقرأ قدامك مواضحة زي الضمان بالزلط هتلاقيها موجودة في كل حد هتلاقيها موجود الضمان والعمر الافتراضي طبعا المشينافز دا بتعرف بقى العقوبة كبيرة جدا مهم عند المستهلك أو مهم للمستهلك جدا لأنه إحنا للأسف بناخد الحاجة من عمياني كده أه تمام أه 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 دفعت أخد الحاجة رجعت البيت لما بيحصل عطل برجع أرجع الورق ألاقي نفسي أنا استلامت حاجات يعني زي شاهدت الضمان محدش فينا بيقراها وهو بيستلم المنتج إحنا بنبدأ نقراها لما المنتج يحصل في عقل هو دي بقى من الحاجات الأساسية اللي إحنا لازم برضو الإعلام يساعد في توعيد المستهلك بحقوقه ثقافة الاستهلك ثقافة الاستهلك إن أنا أقرأ إن أنا ماتخدعش إن أنا ماتخلش سوبر ماركت ألاقي كده فجأة الحاجة دي نزلة 50% روح شارع عشرة وجاري بيهم ليه لأ هي المشكلة مش في ليه المشكلة إنه هو مش أخد باله إنه ممكن يكون تاريخ الصلاحية فضل لأسبوعين بالضبط هترمي في الآخر فهو فرحان بالعشرة ياخدهم يا دوبك يروح يعني محتاج واحدة بس اللي هتكفيه وبعكد البقين طلعوا كذا وهو متصور إنه هو خد عرض مميز يعني اقرأ بص استهلك باحتياجك على قدك إحنا بنتشدق بالمجتمعات للطورة والعالم اللي سبقنا تما نشوف أنماتهم إيه مش لازم نشوف بيتفرجوا على التلفزيون إيه مشتري تفاحة تفاحتين يعني مش لازم البنطون جينس المقطع تما نبصه ما بيجي يأكل بيأكل إزاي طبق بتاعه شكله إيه إلا ما بيجي يشتري تفاح بيشتري كم واحدة جوافاية إحنا أربعة هنشتري أربعة تفاحات كم جوافاية كم لاموناية كم صبعموز كم بطاط صاية صح مفيش حاجة هناك حتى بالكيلو الباوند اللي هو ربعمائة وخمسين تقريبا جرام رطل رطل حتى الكيلو كيلو ده كتير قوي فهمني؟ يعني الكيلو ده كتير رطل وميت جرام تمام حتى خد حكتك طازة عايز نص كيلو رز خد يا سيدي كيلو مفيش نص كيلو خد لك كيلو بالعكس خلينا نشجع الناس اللي نعملوا نص كيلو وربع كيلو ليه إحنا النهاردة وصلنا في ثقافة الاستهلاك للشكل اللي بيخلي عفوا يعني مخرجات البيت قيمة جدا الزبالة بتاعك صح؟ يعني عضويا قيمة جدا لأنك ممكن تفتح كيس الزبالة بتاع أي شقة تلاقي طبقين رز مطبخين ومرميين خدوا سمنة وزيت ومية ونار وتلاقي ثلاثة أربعة حبوب فاكهة بيزة وتلاقي كان بطاطسية بايزين وكان بصلايا مسودين ليه؟ والله يا حرام ليه 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 طب انت عارف بقى ده بتترجم ليه؟ عشان نوصل نوصل إليه هنقول حاجة بتترجم لأنك بتوفر ستين في المية من مصروف الغذاء ستين في المية؟ ستين في المية إحنا بنرمي ستين في المية؟ ستين في المية ستين في المية من مصرفات الغذاء بتروح في الهدر في الإهلاك فإحنا النهاردة عايزين إعلاميا نبتدي نوجه الناس لحاجات كتير قوي في ثقافة الاستهلاك مش بس إنه يرجع منتج أو إنه هو ياخد حقوقه في حول مسالك لأ في حاجات تانية ممكن تخليني بس أوفر شوية حاجات بسيطة ألاقي نفسي بقدر أدخل لابني مدرسة أحسن ممكن ألاقي نفسي بقدر أجيب عربية أفضل ممكن ألاقي نفسي بقدر أسكن في شقة أفضل يعني خلينا ندلها وقت تاني مهم جدا أنه نحن نحاول نلتقي بانتظام قدر الاستطاعي أنا جاي ببالي كده ما سمع ما مرة كل واحد في الشهر كده والناس لسه مستلمة مرتباتها أو 30 في الشهر لو حد بيستلم المرتب يوم 30 يعني أنا تمام ما عنديش مشكلة أستلم كل يوم 25 في الشهر أبقى فرحان جدا نقعد سوا ونقعد نتكلم ونوعي الناس أكتر ونفهمهم أكتر ومطلعهم على مستجدات أكتر بفكر في الحكاية دي ما تيجي دا نتبقى إن شاء الله نفكر فيها يلا بينا إن شاء الله